السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير تدهور حالة الفنان سيد رجب بعد اصابته بكورونا واخر اخباره الصحية ايه وكمان طرد الفنان محمد رمضان من جنازة وقت ما كان رايح يعزي في الفنان عزة العليلي على يد ابنه الدكتور محمود يلا نشوف كل التفاصيل بس قبل ما نبدأ لو سمحتم صلوا على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام وهنبدأ على طول اخبارنا توفي الفنان عزة العليلي صباح يوم الجمعة الماضي بعد ازمة قلبية ما كانش عنده كورونا ولا حاجة ده من كلام ابنه الدكتور محمود عزة العليلي اخر ظهور لي كان في برنامج صاحبة السعادة كان متجوز من مدام سناء كان هو متجوزش غيرها وطبعا دي حاجة قليلة جدا في الوسط الفني انهار عدد كبير جدا منهم الهام شهين ورشوان توفيق وناس كتير جدا زعلت عشان وفاته كان العزة بتاعه طبعا مليان ناس فنانين كتير جدا بس كل واحد رايح يقدم واجب العزاء فقط مش رايح علشان يعمل شو او يتمنظر او يتظاهر لان الوقت ده مش وقت الكلام ده ولكن كعادة محمد رمضان اللي هو دايما بيصير الازمات ودايما عايز ياخد كل حاجة الحسه هو والحسابه كان رايح يعزي كان عادي في وفاة الفنان عزة العليلي لكن كان رايح بكل المصورين بتوعه وصحافة واخبار وناس عامل اتصور فيه هو بعادي بيتصور مع كل الناس ولا اكنه موجود في عزة طبعا بعدها طبعا الموضوع ده واشتمنظر ده دايق ناس كتير من اللي موجودين في العزة منهم قال له ما ينفعش الكلام ده يا محمد وما ينفعش تصور في اسناء العزة وكلام من ده ولكن هو ما استمعش الحد ولكن مش هي دي الازمة الوحيدة اللي حصلت بينهم هي كانت السبب يعني في ان دكتور محمود يطرده من عزة والده ويقول له ايه اللي جابك هنا وازا انت جايب بالمصورين دي معك مش هو ده السبب الوحيد كان فيه كمان في برنامج القدير عزة العليلي مع سعاد يونس قال لها قال شباب حلوين وفيه اجيال طلع ما شاء الله حلوة لكن انا ما بفضلش الناس اللي شايفة نفسها هي رقم واحد لا لازم يثبتوا ان كان فيه جيل قديم ليه ادوار حلوة وليه مميزات ما ينفعش واحد مرضيش طبعا يقول الاسم المنفعش واحد يطلع يقول انا نمبر وان انا اعلى حاجة انا افلامي اعلى ارادات انا كل حاجة وكمان يطلع يتكلم كده وينسى العزماء بتوع التاريخ وكمان في حاجة في وقت من الاوقات الدكتور محمود ابن الفنان عزة العليلي كان عليه كتب شيك بسيط كده فالشيك ده كان ما عندوش حساب يغطيه في البنك ولكن بعد كده والده تدارك الموقف وحلله الازمة ولكن الازمة دي ما عدتش على محمد رمضان عادي بالعكس طلع اخبار على السوشيال ميديا وببوسطات كتيرة قوي وقال ان العزة العليلي ما عندوش رصيد وانه بكتب شيكات بدون رصيد ولكن المرة دي بقى هي دية اللي كانت السبب الرئيسي في انه لما محمود ابن الفنان عزة العليلي لما شافه تشابك معاه كده بالكلام لكن الناس تدركت الموقف بسرعة وطردوا ومشي من العزة عشان قاله ابويا مات في هدوء وعايز كمان دفنته تكون في هدوء طبعا الموجودين كلهم انزعجوا من موقف محمد رمضان وكمان المصورين هو رايح عزة يعني كل ده دار الحق ازاي تعمل كده لكن هو ده محمد رمضان كالعادة نتعي طبعا العزة العليلي ان ربنا يرحمه وندخل دلوقتي في خبر الفنان الجميل سيد رجب سمحتم قبل ما نكمل اخبارنا ما تنسوش تدعموني باللايك لا سيد رجب الفنان الجميل سيد رجب طبعا اتصاب بكورونا خلال الايام الماضية انتوا لو تعرفوا اتصاب بكورونا ده بعد ايه بعد موقف خير حلو قوي كان بيعمله هو كان بيحقق حلم فتاة يتيمة كان راح وحضر زفافها عادي كتبت بوست ان انا نفسي ابو العروسة يجي يحضر فرحي لاني يتيمة وما عنديش حد يقف جنبي ولا يبقى زي ابويا ولا يشهد على العقد وكتبت اسم الفنان سيد رجب ابو العروسة طبعا سيد رجب ما اصرش في الموضوع ده وعمل لمحة حلوة قوي وبسيطة قوي من انسان بجد موهوب وجميل وراح وحضر معاها فرحة وتصور معاها وكمان شهد على العقد بعدها بايام بسيطة من بعد ما كان في الفرح طلع خبره في اليوم السابع وهو طلع وصرح كمان على صفحته انا اتصابت بكورونا وحالتي لحد الان الى حد ما مستكرة ولكن خلال الساعات البسيطة الماضية للأسف تدهورت حالة الفنان سيد رجب واضطر ان هو يروح المستشفى بيحطوه على جهاز تنفع الصناعي بعض الاوقات لانه حالته للأسف مش مستقرة للحد الكافي ولكن هو حاليا يعني المسحة بتاعته هتتعمل كمان 3 ايام علشان يتأكدوا منها هو بيطلع وبيتكلم وهو رجل بسيط ومقتنع بكل حاجة بتحصل له بقول يا جماعة الحمد لله انا الامور الى حد ما متدهورة ولكن انا قدها وهاهزم الفيروس اللي عنده ادعولي بس ان اخف احنا كمان بندعي لك يا استاذ سيد رجب انك تقوم بالف سلامة وان ربنا يعدي لك كل الامور دي على خير انت فنان جميل وتستاهل كل خير علشان الخير اللي بتعمله انا بشكركم جدا سلام عليكم